موشي موش أصدقائنا الحلوين رجعنا بحكاية لاريا القسم الثاني لو ما شفتوا القسم الأول لازم تشوفه بسرعة ورابط موجوده بأول تعليق لأنها الحكاية كاملة وطويلة على كيف كيفكم ومثل ما وعدناكم رح نجاوب على أكتر سؤال حصل على العدد لايكات وهو صبعا كان السؤال برضو عن يطلب مني أتغذل بحالي وبصراحة يعني بحث أني أفرت وبيكفيني غذل بحالي سكرني كتير على تعليقاتكم الحلوة ولاطفتكم كيف أنا خجولة؟ لا يعني أكيد أكيد كياتي طغيت على كل شي معلش يعني أكيد المشاهير مثلي بيكونوا هيك لا لا خليكم خليكم لنقطع المهم السؤال الحي اللي رح أجاوب عنه هو أنه شو أكتر ما أنا عجبتني كانت حكاية لارا توروبارت وحكاية أريا التنسين كنت أكون متحمسة أو حزنانة أو كتير مسكمتعة وأنا عم طلخصهم وانتوا اكتبونا شو أكتر ما أنا حبيتوها وخلمونا ما نطول أكتر لا تنسوا اللايك وليتس جو بيستمعوا لاريا ودوا أبلاك مع بعض وبيسألها كيف سرتي فبتقوله شكراً لاهتمامك يعني سرت أحسن فبلغ طيب فرحتيني السبب بإني طلبتك اليوم هو أنه بدنا نحكي عن خطوبتنا بعد حفلة العشاء تسألوا كتير من الناس مين أنتي؟ كيف قابلتك؟ فيعني ما فينا نجهز شي مثل هيك بدون استعداد فبتحكي له أهان كلامك صح فبيحكي له حتى لو ما أعلننا عن هالشي كان لازم أخذ هيك قرار على مهل لهيك هو يعني متضايق أنه عمل هيك شي بشكل أهبل فبتقوله أوكي بدنا شو رأيك ننفصل؟ فبقولها ننفصل شو عم تحكي؟ فبتقوله هدي هدي شوي مش هيك أصدقى يعني إذا حدا مننا قبل اثنين يعني لقينا حدا بنحبه فبليس خلينا نضيف بند أنه منقدر ننفصل عن بعض لأنه متل ما هي بتعرف بالرواية بلاك رح يقع بالحب من النظرة الأولى مع البطلة وبهذاك الوقت إذا صار وجودها عائقة بأي شكل من الأشياء يمكن بلاك يزعجها ولا يعني يحكي لها واحدة سايونرا يعطيها واحدة قتلة فلهيك بتقوله شو رأيك يعني إذا صرت تتحب حدا بلا ما نواجه مشكلة لهيك بدي أعد الموضوع فبقولها طيب وكي ما في مشكلة وهيك خلاص الوثنين بيوقعوا على العقد اللي بينهم بقولها بالمناسبة شو عن دعاية الأطفال هلأ بعد عدم وجود مدارس مقيم راح يكون هالشي مسؤوليتك فبتقولهم مشكلة شخصين مكتر بالنسبة لإلي والأهم من هيك أتوقع إنه من الجيد تغيير الطريقة اللي أنت بتعاملهم فيها فبقولها نعم ليش شو الغلط بطريقتي فبتحكي له لما جيت لأول مرة اللي اتنين كانوا خايفين منك لو بتعاملهم بلطف أكتر أتوقع إنه راح يحبوك فبيحكي لها نعم أكون لطيف شو أصدك أنا بعملهم أصلا مشكلة جيد دائما بخبرهم إنه يرتدوا ملابس أنيقة وبهتم باللي بياكلوه فبتحكي أوكي هذا شي حلو ماديا بس أنا أصدي عاطفيا لهيك هل سألتهم مثلا شي مرة شو اللي عملو بهذا اليوم هل عمرك مثلا مدحتهم ولا لعبت معهم فبيقولها لا أكيد يعني شو الهبل هاد فبتحكي من الصعب تتعامل مع الاثنين بما إنهم أطفال بس لازم تعاملهم بشكل عيد فبيقول خوفتيني ما عمري أجريت محادثة مناسبة مع هذول الأطفال فبتحكي له بالبداية يعني شو رأيك تبتسم لك شوي عمرك ابتسمت قدامهم أتوقع إنهم بيخافوا منك لأنهم بيشوفوا جانبك المرعب كمان بتذكر الابتسام اللي ابتسمتها ديك المرة الصراحة كانت مخيفة مثل الجوكر تماما فبيقولها لا بتمزحي فبتحكي له خلص انسى الموضوع المهم خليني أعلمك كيف تبتسم بالشكل الصحيح ومثل العادة طبعا دو والشمال ما بيعرفوا يبتسموا الوحيد اللي كان بيعرف يبتسم هو سدرك بتهيه روح ضروعة فكرة المهمية بتحكي شو أعمل يعني وضعه مرهب أكثر من وضعه بالعشاء عكل الأحوال بقولها لأ مش قادر أعمل الموضوع فبتحكي له ممشكلة يمكن لأنك حاسس بالخجل فبيقولها عفكرة صرتي تضغطي عوطني الحساس فبتقولهم علش خلينا لمرة واحدة نحاول لغاية ما بلش شوي يقدر يبتسم هو شوي أهون وبتحكي حاسة انه يمكن بلاك عن جد يصير شخص ودود هلش بيعني انه ممكن قصتي اللي بتخزي يصير الليها النهاية سعيدة بتفكير بالموضوع لاريا وقعت بواهم السعادة بدون ما تدرك كيف الوضع الحالي لأبلاك وكيف كانت حياته وبنشوف بهذا عائده بلاك ماسك واحد من البيرونات مدري للكونتات وقاعد طبعا عم بيقلقيمته مثل العادة ويحكي له انه كيف بتتجرق تسرق مني ومن هالكلام فبيقوله معلش ما في عندك دليل يعني فبيحكي له لا لا تزعلني منك يعني انا عفكرة زارة جاسوس وبقى لإعطاك فوفقا لتغرير جاسوسي حتى يعني مجموعة اليرائم اللي عاملها هي سرقة الامدادات العسكرية لدول العدو وكمان استيراد وتجارة بالعبيد يعني اسوأ شي كمان جرأت تفكر انك تأذيني وتخوني لايك انا بحكي لك باسم عالت بلاك وال الساف اللي بيحمل امبراطورية في كونت رح اقوم باعدامك وفقا لقوانين الامبراطورية يا حسرتي المهم هو بصير يضحك وبيقول قدام النبلاء الدعمين بتتصرفوا كأنك بتقوم بمعاقبة من يخلب النظام بس بالاساس ما هو اقرب حدا لقلك هو اللي عم بحاول يأذيك كيف بتختلف عن الشخص اللي بيدخل القانون بالامور الشخصية وبيستخدم الساف لا تحقيق مكاسبه الخاصة طيب قوم بيستدعي خادمة وحارسة وفيرنال وبيقوله تعال الولاء للامبراطور شي عظيم طيب بيقوله الفاكنت بتفكر يعني لو متت رح تنتهي القصة انا فكرت بلاك يعني رح يتأثر ولا شيء بس بقوم بياخد الساف وبيقطع راسه وبيحكي لهم عالش يلا خليك راسك يحكي لحاله هلا بعدين بنشوف اطبعه واحد وكمان فيرنال وبيكون عم يحكي شفت اللي صار قبل شوي بعد الاعدام يعني بصراحة كيف اقنعه انه التصرفات هاي غلط بعد الاعدام ابتسم بشكل غريبه وعم يمتح الدم فبيحكي له فرنال جد ابتسم فبيقوله والله فبيحكي له طيب هل انت سعيد لانه رح نروح لحرب شاملة مع الامبراطور لكن بيكون قاعد وعم بيحاول هو يتدرب اصلا على الابتسام ومش انه يعني عم بيبتسم لانه قتله بس برضه بصراحة سايكو والابتسام يا سايكو واخيرا بنشوف الامبراطور وشخصية عم تحكي معه وتقوله تم اعدام الفيكونت ويلدمن وشكله خلاص رح يصير في حرب بيننا وبين الدوق فبيقول يلا مو مشكلة احسن شي اقدر اتعامل مع هداك الوحش واروده وبعد مرور الوقت وخلصت عالجت بلجت روارجي الاطفال طريق التربية السيدة وصاروا الطف وصاروا يحبوها اكتر وكانت حتى عم بتعلمهم كيف يرسموا ويعبروا عن مشاعرهم وهذا الولد كتير حسيته احبال بصراحة من رسمه ع كل الاحوال بيورجوها رسماتهم وبتقولهم هسي بنسمي طلابع الطفل الجيد وبالمستقبل انتو الاثنين كمان لو قمتوا باعمال صالحة وستمعتوا اللي بدون تردد رح اعطيكم طلابع فبتحكي لها طيب بس ليش لازم نجمعها فبتقول لما تجمعي كل الطلابع رح اعطيكي امنيات فبيبتسميك وبيقولها جد رح تحقي لنا امنياتنا اي شي فبتحكي اكيد اي شي بقدر اعمله فبيستمتعوا بيقولولها انهم حابين الفكرة لكن جانت بتقول الشي الوحيد اللي رح يفعله ميكا رح اعمله انا فبتبتسموا بتقول هالطفلة لسا عم تتصرف بشوية حزاري ع كل الاحوال هي بتكون بدا تكافئهم لما يعملوا اشياء زيدة وهان شي طبعا تعلمته من حصصها بالروضة وبتقول هاد مفهوم كلاسيك التعليم الطفولة المبكرة بس واضح انه شي ممألوف بالامبراطورية بعدها تيجي خادمتها وبتقولها شو هالافكار ولا عمري سمعت فيها من وين تيجي لك فبتحكي لها اه لانه انا بس يعني بشكل عام مهتم تربية الاطفال وكنت بفكر بالطريقة فبتحكي لها انتي افضل مربية بالامبراطورية بس كان في شي واحد هي وماري نسيوه وبينما بيكونوا مرة قاعدين بالحديقة بيكون ميكا عم يسقي زهراء وقال لانه حاسس انها وحيدة فبيقولوله قديشك لطيب وانك رح تكون شخص ناضج وكمان يعني منيح بالمستقبل فبتحكي ماري صح لازم تعطيه طبعة فبتغاري جانت وبتقول انه شمانه بس رح تعطيه له له فبتبلش تتساءل هي وبتقول تصرفات ميكا تصرفات طفل جيد بس مشكلة اذا ما اعطيته رح اكون مش صادقة لكن جانت كمان رح يكون مش منطق اني ما اعطيها فبتحكي لجانت انتي المرة الجاي رح اعطيك طبعة لما تقومي بعمل جيد اما هالمرة فدور ميكا وفعلا هاد اللي بيصير لكن جانت بتحس بالغيرة وبتقرر قال تروح تسقي كل النباتات لحتى تاخد على طبعة وبصير الوضع مثل الغيرة المنتشرة والاشياء والتحديات وميكا بينما بيقوم بالاعمال الجيدة عن جد بنية صادقة مثل انه يقدم بعض الحلوة لطفل فقير جانت بتصير مثل الها بلا تقدم اشياء مضاعفة بشكل غريب وصار السباء خير مو يعني جيد عكل الاحوال بتكون الان شوي من هذا الوضع بس لما تشوف ردة فعل الاب والابن وقديش كانوا ساعدين بتقول على الاقل يعني هي مجرد خير واشياء الكل ساعد فيها فعالاقل الموضوع جيد بعدين اخيرا بيرجع بلاك اللي بيكون متل ما شفنا كان عم بيحاكم الفكونت وبتقول من المخيف التفكير برجعته لانه الكل متوتر ومتحمس لما يشوفوه لكن على غير الهادة بالعكس ميكا بيقترب منه وبيقول له اهلا فيك وبعودتك وبتحس انه بطل خير فبتقول انه شخص رائع ولطيف وبيسألهم اهلا فيكم كيف كان وضعكم يعني فبتقول له انه كلهم كانوا بخير فبيحكي لها وانتي قال فبتستغرب انه ليش عم يسألها كيف وضعها وكيف حالها طب مو انت المفروض خطيبته ولا كيف بلا بلا حطيته لايك المهم هي بتدعلك الموضوع بتقول اه بس صح يعني احنا قدام الكل مخطبين فالهو كان عن جدا هاد الشخص اللي بيهتم بيقراء لاخرين ونظراتهم لقيله اخيد لايك اصلا خطب ولا ناسية المهم تحكي له شكرا لقلك انا كمان بخير فبيقولها تمام وبيحمل حاله وبيغادر وبيحكولها يلا انكمل لعوتنا فهي بتقول اكيد وبنعرف انه كان صار لفترة طويلة مسافر وبتقول اكيد رح يبحث عني مرة اخرى ليعرف كيف كان اوضع ولاده وهو مسافر بعد ما يبحث باعمال الدوئية لكن بعد ثلاثين ثانية بتلاقي حالها صارت قدامه وهو طلبها وبتتسأل ليش وشو اللي بده اياه وبتقول كمان لحالي بدون الاطفال فكرت انه رح يكون مشغول بالاشاء اللي تركها وراه لكن على العكس مو هاد اللي صار وبينبين عليه كثير متوتر حرفيا لدرجة هي بتكون تتسأل شو اللي صار فبيحكي لا اول شي انا كنت بدي احكيلك انه منسيت طلبك فبتقول له طلبي عن شو عم تحكي فبيحكي لها شو هاد انت انسيتي مو انت حكتيلي اتدرب على الابتسام فبتبتسمي ايو بتقول له جد لهالدرجة يعني كان الموضوع فهو بيحس بالغضب وبيقولها شو هاد ليش عم تضحكي فبتقول له لا لا انسى الموضوع فعلا طلبت منك وبتقول اكيد كنت رح انسى الموضوع يعني بس كلمة ما انسيت طلبك كانت غريبة بس شكله هاد تفكير بلاك وبتقول له سعيدة لانك ما انسيته اذا انها اللي تضربت كتير فبيحكي لها رح يكون من الاسهل لو شفت الابتسامة يعني رح حتى اقدر اتقنها فبتحكي له شو هاد الهبل طب وارجيني كيف عم تبتسم هلا؟ ولما يبتسم بتموت فورا من وزامته وبتحكي هاي شوي رجزي بعرف انه انا اللي رسمته يعني فمش مفروضة كتير انسحر بس يعني بالنهاية رسمته وفقا لأكتر شكل بحبه وهو بيضل واقف صفن فيها بيحكي لها شو؟ فبتحكي له وبصراحة تحسنت كتير فبيوقف هيك وبيحكي لها عن جد وما بعرف ليش بيقترب منها بهذا الشكل وبيقولها هيك تم بناء على طلب السيدة لهيك شو رأيك تطلع فيها بشكل ادق حتى وبيقترب لحتى يورجيها اياها فبتقوله خلاص فكت بعد شوي فبيقولها يعني شو رأيك؟ فبتحكي له تفاجأت كتير صراحة صرت طبيعي لدرجة مستحيل افكر انك كنت ما بتعرف تبتسم اكيد رح تفوز بالمركز الاول بافضل ابتسامة وبعدها بتحكي له يلا يلا صار الوقت لنطلع فبيحكي لها لوين؟ فبتقوله معقول تورجي هالابتسامة الرائعة بس لئيلي اكيد لازم اطفالك يشبوها وهلأ صار الوقت لحتى تورجيهم اياها بتروح على عند جانت وميكا وبتقولهم انه والدكم رجع من رحلة العمل وهو مش سألكم كتير فشو رأيكم تروحوا ولا تعدوا معه؟ فبتحكي جانت لا انا ما بدي لكن ميكا بيكون شوي خايف وبيقولها ليش ما بدك تروحي فبتحس انه واضح انهم بخايفين ومتوترين وبتقولهم انه هو بس بدي يشبكم ويعود معكم وانا رح اجي كمان فشو رأيكم بتحبوا نروح سوا فبديحكي اكيد لاني بوسقوا في لاريا وهيك بيمسكوا ايديها وبيروحوا ليشوفوه بيكونوا واقفين عند الباب مرعوبين منه شو كان يعمل لهم مش عارفة بس لما يفتح الباب بيكون لابس حتى بدليك لطيفة وخاطوتوا لهم طن حلويات وبيقولهم اتفضلوا واعدوا براحتكم وبيسألهم كيف حالهم واحوالهم فبينصدموا كتير قال منه وبيسألوا اذا عادي انهم ياكلوا فبتحكي لهم اكيد وبنعرف انها دربتوا حتى قبل ما يوصلوا على انه كيف يحكي معهم وشو المواضيع اللي يقولها وهي اكيد اللي طلبت منه ان يحطها لحلويات فبيقولهم لما كنتوا برحلة العمل سألت اذا كنتوا بخير فبتقول برافولا هلأ الوضع تمام فالأهبة الميكا بيبلش بده يحكي وجانت بتقول انا كنت بخير فبيحكي لها عن جد فيكم تاكلوا اللي بدكم اياه هالشي عملتوا كرمالكم فبيفرحوا كتير وبيبلشوا يأكلوا حرفيا لغاية ما ينصابوا بالتخمة هاد كان الهدف عكل الاحوال تسألهم لاريا بالاخر هالي استمتعتوا وكيه كانت محاداتتكم فبيقولوا انه كان الوضع غريب وبيقولوا كان مختلف عن قبل عن جد كأنه شخص جديد فبتقول ممتاز اذا شو رأيكم لو رجع استدعاكم كمان مرة لا تعدوا تحكوا معه فبيحكوا ما عنا مشكلة وهيك خلاص يعني تقريبا انحلات الفكرة وبتقول يمكن كانوا الاطفال اصلا عم يستنوا انه يحكي معهم ويكون لطيف لهيك هو بس اعطاهم الفرصة وبتتذكر حالها لانها كانت طفلة يتيمة مو انتي كنت مشتقى لأهلك ولا بتهيق لي عكل الاحوال قال كانوا دائما الاطفال يتنمروا عليها ويحكوا انها حدا من عائلة فقيرة لانها من داري الايتام وانه تم التخلي عنها ترجع تحاول تركز وتقول خلاص حياتي يعني هديك موتت فانا هلأ هون وسبب رغبتي اصلا بانه اسير معلمة كان لحتى احس الاطفال بالحب وما اخليهم يحسوا بالوحدة مثلي وبعد فترة بتقرر برضو ترجع تعطي الدو بلاك شوية نصائح وشوية تدريبات لكيف يتعمل اكتر مع الاطفال قال كيف يحكي وهو بحامل طفل مش فاهمة اصدق بصراحة فحتى انا رح اتضرب معك عكل احوال بقولها طيب شو اللي لازم اعمله فبتحكي لقبل شي بدك يتفكر باللعبة هاي على انها طفل حقيقي ومش امتعة فعانقها بحب وبتمسكها بهالشكل هاد وبتقوله تفضل جرب مرة تانية وهي عم بتعلمه كيف يمسك الطفل وكيف ما بعرف شو قال بتكون اقتربت منه فحصت انه جمد وبعدين تذكرت انه يعني هاد الدوء اللي ما بيطيق حدا فبتبلش تعتذر له الفين مرة لكن قال هو بيكون خجلان وبيحكي لها مو مشكلة ولا تقلعي فهي بتقول الحمد لله انه مر الموضوع على الخير بتقوله المرة الجاي هيك بدي اياك تقوم وتعانق الاطفال وتمسكهم فبيحكي لها عالفاضي مش زابطة يعني مش مقتنع انه هادول قصة ممكن يركضوا ولا ليجوا لحظني فبتقوله لا عفكرة انت غلطان اخر مرة لما جيت وقعدوا معك كتير استمتعوا وانبسطوا وحكوا انهم مستعدين يقضوا كمان وقت معك فبليز لا تستسلم ليسا ما مضى وقت طويل على بداية تدريبنا المهم بعد ما تخلص التدريبات وهالكلام وتقنعه يعني شوي بقولها اوكي سوري طبعا هو بيكون كل ما يشوفها عم تبتسم له ينفتن فيها شوي اكتر وهي اكيد مركزة على انه بتتخلي حياته سعيدة بأي طريقة قبل ما تغادر من الاصر لما توصل حبيبته الحقيقية ولما تيجي تطلع من الغرفة بيقولها استني شوي انا رح اوصلك لو رح توصلها يعني هو كله رح تمشي طابقين بس طبعا بما انهم عاء اساس مخطوبين تقبل بهالشي وبتطلع معه وبيوصلها للغرفة وبقولها بكرة رح تفيقي بكير من الافضال يتنامي جيدا فبتحكي له شكرا لا اهتمامك وانت كمان وبتحكي انه المسكين بلاك اصلا ما بينام بشكل جيد بيقضل ليلة بعزلة وعيونه مفتوحين وبيعاني من كواب السيئة هاد هو القصة اللي كتبت له اياها قديشني حدا سيئة انجد والبطلة هي بتيجي وبتشفي جروح البطلة اللي مع حدا بيعرفها هذول اثنان بيلاقوا السعادة من خلال بعض لأ ويارتني اكتفت بهالشي وخلتني عيتهم سعيدة بعدها لأ خلاته يصير متملك ومجنون اكتر فيها انا الوحيدة اللي دمت حياته وعم بحكي له ليلة سعيدة قديشني مريضة لهيك بتوقفه وبتقوله وممكن تستنى شوي يطال فيهاك وبقولها خير شوفي فبتقوله بتوتر ولا شي بعدها تحكي لو بتقطع بدي اخليك تنام هل مقبول هالشي يرفع حواج وبقولها ها كيف عرفتي انه ما بقدر انام هل السيدة اللي بتحضر دروس الخياطة والقراءة وحفلات الشاي تقدر تشخص ارق الفالغين فبتقوله لا مو هيك بس بعرف انه حضرتك بتشرب شاي لفندر بكل مساء اللفندر هو واحد من مكونات اوراق الشاي اللي بتستخدم لنوم هادق بالليل وقيله تأثيرات مدل تخفيف التوتر وتسكين القلم فاقول هات في كتابة عن القرق على رف المكتب لهيك كنت عم بخمن الموضوع فبيقولها والله وضعك مو سيء يعني شكله عندك يعني مهارات انا بقول بدل ما تكوني مربية سيري محققة فهي بتحس انه يمكن عم يتمسخرف منها او بتقول يمكن جرحت احترامه لاني اكتشفت نقطة ضعفة بقولها بالمناسبة على فكرة ما حدا تمكن يعالج القرق لهيك انا عندي فضول كيف رح تخليني اقدر انام فبتحكي له تبعني رح تجيب لك رين للي ما بيعرفه رح اقدر حكاية رين وجن بعدين بيفوت هو اللي يغير ملابسه بينما هي بتكون قادة عم تسرح بالغرفة وتمرح وبتقول انها غرفة لاطيفة لها ريحة حلوة ومثل قال يعني شو جاب غرفتها لها الغرفة بعدين بيطلع هو هيك وبيحكي لها يلا فضلي عبريني كيف رح تخليني انام فبتحكي له رح اخني لك اغنية فبيقولها نعم فبتقوله اسمع مني احضر التهويدة وهالشي رح يخلي ايا طفلي ينام فانا متأكدة انه رح تقدر انت كمان فبقولها جد يعني مش قادر اسدق انه هاده هو علاجك للارق طيب تفضلي فهي بتحكي باقلها بالعكس انا بعرف كل شي منيح وبتقوله بس اعطيني خمس دقايق بليز استمع لاغنيتي لخمس دقايق واذا ما عجبك فيك تطردني فشو رأيك لانه بدها تساعده فبيقولها طيب اعملي اللي بدكيها خمس دقايق يعني مش هالوقت الطويل وبتقول طريقة المحاولة هلأ هي افضل شي اما تنجح او تتدمر تماما فانا عم بتعود هيك جنبه وبتبلش تغني له لا يمسكها فجأة بشكل مرعب ويقولها شو اللي عم تعملي كيف بتعرفي هالاغنية فوق هاد شو هي نواياك ومين انتي فبتحس بقرم كتير كبير وبتقول بلاك بالماضي كان اكتر الاما وخوف من هلأ اراقب لك وضع بيتي من الصدمة المرتبطة باهله هالغنية اللي غناله اياها يعني بتذكره بحد اهلي كتير بيعزه ولهيك بيكون هو كتير متضايق لما يسمعها بتقول اما يتذكر ذكرياته الجيدة وينام او تتحفز الصدمة وفعلا بيكون كتير متضايق ومأهور فبتحكي له شو قصدك هاي مجرد اغنية شعبية موجودة يعني فبيقولها جد فبتحكي له اكيد مشهورة وبتتغنى للاطفال لا اغنية سمعتها من بعيد فهل انت بتعرفها فبيغلط قال على الشخص اللي غناها وبيقول انه ليش خلها الاغنية مشهورة وبيحط حاله لينام فبتقول واو ما توقعت انه بيكرهها لهالدرجة شكلي جبت العيد بعدين بتقوله اسفة فبقولها قبل شوية كنت تتفاخر بانك بتقدر تنايمي اي حدا وهلأ صرت بيتلي الهبلة فبتقوله شو اعمل يحكي له رح اعطيكي خمس دهائق تانية اعمل فيها اللي بدكية تتشكر وبيقوله ما رح تنضم بقوله يلا خمس دقائق وبعدها خلص فرصتك رح تضيع تحكي له شكرا انك وصقت فيها هالاغنية ببعدك انها رائعة للنوم فبيحكي لها بعرف هالشي وبتكمل بيغيناها وهو متضايق لكن فعلا اخيرا بيغط بالنوم وبتتمنى له ليلي سعيدة ومن بعد هالليلة صارت تتخلي ماري هي اللي تعد عند الاطفال وتنايمهم بينما هي بتروح لتنايمة بلاك وتقول انها تتأخر شوي صارت على الاطفال بس بلاك اللي ما كان يقدر النوم صار هلا بيقدر ينام بعد سماع هالاغنية الشهيرة بتفوت اخر شي وبتقوله هل مستعد للنوم؟ طب يعني بس عندي سؤال للنوم ولابسك كل هالاناقة عكل الاحوال بيحكي لها قبل هيك في عندي شي بدي اطلبه منك فبتحكي لو نعم فبيقولها قصدي بدي اسألك يعني هل ساعات شغلك صارت كتير طويلة هالفترة؟ فهي بتصير تفكر بالموضوع بتقول اه صح انا بلكنت بس بعتني بالاطفال بس هالفترة كمان عم بعلم بلاك كيف يعطني فيهم لهيك صارت ساعات العمل اطول فهم عندي باجي بالنهاية برضو وبنيمو وبتحكي له بتوتر لا عاطي انا بنام يعني بشكل جيد فبيقولها الكذابة شو رح يصير بسمعتنا لما حدا يحكي انهم نرهق ووظفينه وبنخليهم يشتغلوا بشكل اضافي فبيتقول بصراحة ما فكرت بالموضوع فبيحكي لها من هلأ بس ساعتين عندك للعمل فبيتقوله نعم فبيقولها بدك تغيري ساعة العمل من التسعة صباحا انتي لا تخليني اعيد كلامي اكتر من مرة فبيتقوله بس كيف رح اقدر اساعدهم بالافطار بالصباح فبيحكي لها رح اقوم بتوضيب خدمتان تانين للاهتمام بالافطار من الساعة سبعة لساعة تسعة انتي رح تكوني برايك اتوقع انه هيك تقدري على الاقل تتأخري بالنومة شو رأيك فبتحكي باعلها اول مرة بشوف حدا بيجيب موظف لموظفينه ولا حتى يرتاحوا وبتيجي تناقش فبيقولها بس بكفي هاد امر مني ولا رح تغصيني فبتحكي له اكيد لا ما بتجرق وبتقول ممتنة لتفكيرها كفية بس بصراحة محتارة وخجلانة وبينما هي عم بتغني له بتصير تتأمل ملامحه وتشوف قديش هو وسيم وبتقول هيك لما هو غافيان يختفي التعبير الاهبل من عن وجهه وبتيجي لا تلمسه بعدها بتقول شون جنيت ولا كيف لا اتصرف بها الشكل هاد وبتحمل حالها لتغادر ولما تحاول نعم خلاص بتفيقع ساعة سبعة وما بتقدر بالمرة وبتقول بعرف انه رح المفروض افيقع التسعة بس مش قادرة لايك بتحمل حالها قال وبتطلع لانها عم بتخاف وهي عم بتفكر شو ممكن يصير بالاطفال قال بدون وجودها ولما يشوفوها القدم بيقولوا لها منعتذر يعني بس مو كأنه المفروض انك تكوني نايمة هلأ فبتحكي صاح بس ظلت افكر فيهم وقمت لا اشوفهم بعدين تطلع هي والاطفال لبرا وبتكون المسكين ماري قاعدة بتطارد وراهم طول الوقت وبتحكي شكلي لازم كمان انا اعطي ماري شوية بريكات بتيجي مسؤولة المطبخ وبتسألها اذا بتحد تاكل شوية اشياء وحلويات فبتحكي لها لأ لاني اكلت قبل شوي ومنها الكلام هاد بس فجأة جانت بتصطدم بفيرنال وبتيجي بسرعة لعندها لا ريالة تسألها عن وضعها فبيعتذر فيرنالو بيقول انه هو النائب واللي هو من فرسان بلاكويل وبقولها بعتذر مرة تانية عن التصرف اللي عملوه فبتحكي ما اسمت باسم هاد الشخص من قبل هو حدا ما كتبت اسمه اصلا فبيحكي لها سبعت كتير عنك وشفتك من بعيد بحفلة العشا بس هي اول مرة بنحكي فيها فبتقول له ااسفة كنت مشغولة كتير لدرجة ما بتذكر فبيحكي كنت بتسأل مين السيدة الشجاعة اللي خاطرت بنفسها لدرجة تحمي السيد بلاك وهالشي بصراحة كان مفاجئ فكرت انك رح تكون ريالة صارمة مع اطفاله بس بالعكس واضح انك لطيفة بزيادة فهذين مثل كأنه بيقلن منها فهي بتشعر بالاحراج والمدايئة وبتقول مين هاد الشخص عن جد وهو بيحكي له ااسف ترى اذا حسيتي يعني اني اهنتك ولا شي بها الكلام انا بس يعني كنت عم بتأكد من نواياك بعتذر منك انت اكيد هلأ رح تصير الدوقة برأيكم هو شخص زيء ولا جيد مش عارفة بالبداي كنت حسيته منيح بس يمكنك ولا عكل الاحبال بتسأله هل انت هون لانه بدك تستدعيني فبيحكي له صح خبرني كبير الخدم سايمون اني ابحث عنك لانه في شي بدنا نحكي معك وفي شي بده اياه منك فبتقوله اوكي رح اروح له بعضين فتلتفت وبتقول ليش الخدم عم يتطلع ولي وحتى نائب الرئيس عم بيفكر فيه لسبب تحتار وبيقول هو لاريا لما ركضت جانت بسرعة اهتمت فيها وحضنتها لو كانت فتاة نبيلة عادية كانت رح تتردد لانه ما بدها توسخ تستانها بقدر احكي انه شخصيتها طيبة بس اخذت انتوكات والمسخرة اللي حكيت عنها به دوء شديد عن كل الاحوال ما فيني اعرف مين هالبنت وشو علاقتها مع سيدي وبعدين بتروح لتقابل رئيس الخدم بس سري يعني خطيبة الدوء هي اللي بتروح لتقابله ومش هو بيجي لها عن كل الاحوال تسأله شو فيفا بيقولها بدي احكي معك بموضوع هو مو كبير بس بدي اخد رأيك عنه تفتح هيك الوثائق اللي تلاقي عم يعطيها عقد معدد لانه ساعات العمل تغيرت بس بتلاقي صدمة تانية ومش هيك بالمرة ولا اللي كانت بتفكر فيه بلا بلا حطيته لايك بتبلش بهاللحظة تدارك شي وتقول سايمون مو اول مرة بياخد رأيك فيها عن موضوع كل فترة صار يجي ويسألني عن اشياء عن الضيوف اللي رح يجو عن المناطق عن الاثاث وهيك قصص بس كنت مشغولة فما كنت مهتمة بس هلأ الموضوع واضح كتير هو عم يتعامل معي وكأني خلاص الارشدوقة المستقبلية لهيك لازم اوقفه واحكي له شي وبتقول له عفوا انا لسه مجرد خطيبة وما صر الارشدوقة لهيك ممكن بقيله هذي تمفسخ الارتباط بيننا بتوقع انه من السابق لقوانه انغير الازداء الداخلية بالقصر حسب رغبتي فبقولها كلامك صاح بس برضو مع هيك بتعتزل منه وبتقول له لا ما بقدر اذا ما في شي تاني رح ارجع لغرفتي فبيوقفها وبيحكي لها مبالا سنة شوي تم العثور على شي بيحتاج للاصلاحات بالغرفة اللي كنت بتستخدميها لايك بليز بدنا ننقلك لغرفة تانية فبتحكي له غريبة الصبح كن فيها وما كان فيها اي مشاكل فبيحكي لها صدقيني المشكلة خطيرة وبليز لا تروحي تفوتي عليها فبتقول له طيب يعني واضح انه بده يغير لغرفتي وعا كل الاحوال بتحكي له رح اخد اي غرفة فارغة فبيحكي لها ما في غير غرفة معينة فارغة ولما بيحض عليها بتكون غرفة فخمة كتير كتير ومبين انه بده يعطيها افضل غرفة بالقصر طبعا بتحس بالاحراج وبتحكي له ما بقدر اقبل هيك شي لكن هو بيصر اكتر وبيقولها بليز تروتي علي وتقتنعي فيها فبتحكي له باخد اي غرفة تانية فبيقولها سبحان الله كل الغرفة التانية قال بتتصليح وما في غير هاي فاضحة فبتحس انه تورطت لكن فجأة بتتذكر خادمتها ميري وبتقول لهم بلى في غرفة قال وبتروح تقرر تقضي الوقت بغرفة ميري بينجلت سيمون على الاخر وبيحكي لها بليز هيك رح تورطينه بألفة مصيبة وهي قال مقتنع انه عادة تنام بغرفة خادمتها لبين ما خلاص يعترف لها انه كان بيكذب ويقولها بليز ارجع لغرفتك ارحم من انه تكوني بنفس الغرفة مع خادمتك ولما تكون ماشي مع ميري تسمع كلام ونميمة عنها وعن ادو ابلاك الناس عم يحكوا انه الاثنين علاقتهم طلعت مقربة اكتر من ما تخيلوا لانها كل ليلة عم بتكون عنده ومنها الكلام هاد طبعا هم يصدقوا جد انه علاقتهم رومانسية وانهم واعين بالحب بشكل كتير كبير وبتنجلت من هالاشاعة اللي طلعت بتروح ميري تحاول توقفهم وتسكتهم لكن تحكي لها التنشم وبالمساء بتلاقي انه لا جنت ولا ميكا راضين يناموا لحالهم مع ميري وقال غيرانين انها عم بتكون موجودة مع بلاك لغاية ما يفوت بلاك ويقولهم شو هالهراء والكلام اللي عم تحكوا هلا المهم بيحكي لهم يعني شو اللي بدكم اياه فبيقولوش معنا بس انتو احنا كمان يعني قال بيحكي لهم هل بتكفي مرة واحدة لو كنتوا معي بنفس الغرفة فبيحكولو بيكفي فبيقولوك اذا اكرا كلنا راح ننام بنفس السرير تنجلط على الاخر اللاريا وبتقول شو هالكلام اللي سمعته والتخبيز بتروح معه للغرفة لكن بتكون كتير متوترة وبتحكي لنه الاشعة تنتشرت بشكل مبالغ فيه فشو اللي عم بيفكر فيه بلاك هلا وبتشعر بتوتر اكبر من اي مرة معنا مهي المرة اللي بتكون فيها بهالغرفة بيسألها بلاك هل انت معاصفة مني فبتقولوها ليش بتقول هالكلام فبيحكي لها اللي انا ما حكيتي وهذه كلمة طول الطريق فبتحكي اه صح انا كنت عم بفكر بالموضوع ولهيك ما كنت عم بحكي شي وبتقول انه لا بس كنت الان بخصوص المستقبل وبتحكي له لا مستحيل فبيحكي لها اذا ليش هيك شكلك فبتحكي له كنت الان اذا رحت تدايق من انه مع الاطفال فبيحكي لها من المستحيل مهمة اطفالي كمان فانا ما بمانع هالشي فبتحكي له عن جد فبيحكي لها اكيد طبيعي فبتقوله طيب بخصوص الاشاعات اللي منتشري هل انت متقبل للموضوع فبيحكي لها انا حدا ما بيقلق بخصوص الاشاعات بس انت هل الموضوع عاد بالنسبة للك فبتقوله شو قذك فبيحكي لها انك بتيجي وبتغني لي كل ليلة فبتحكي له اكيد ما عندي اي مشكلة خصوصا انهم راح يكونوا موجودين بعرف انه ما عندك مشاعر تجاهي يعني فلا تخاف من هالموضوع لكن فجأة بيحس بالخجل وبينقلب للطرف التاني تستغرب هي وبتقوله شو اللي يصار فبيحكي لها ولا شي تنش الموضوع فبتقوله اوكي وبتبلش تغني وتردد الاغنية اما عن الخادمات فبيصيروا يعتنوا حتى بلاريا بشكل اكبر وقت ما تحكي لهم يا شباب والله ما في داعي على الفاضي خلاص صار حنيت بتخيلاتهم انه بلاك عشقان ومن هالكلام فادان بيلبسوا الاطفال البيجامات وبتوصل لاريا وقال بيحكولها انها كتير طالعة حلوة بالبيجامة الخاصة فيها وبتخزل جنت انها تغزلت فيها وبتقول بشر بالحرج بس سعيدة برؤيتها الاطفال وبتتشكرهم على الغزل فيها ماريا بتتمنى لهم الليلة سعيدة وبيغادروا كلهم بعدها لا يروحوا لعند نقطن وبتقول معنوا هاي ما كانت رغبتي بس مش عارفة شو اللي راح يصير بعدين قال ميكا بيطلب منها انها تحمله فتطلع هيكو بتقول لو حملته للأسف فستاني قادرح يتجعد نعم يا أختي شو اللي يصير بعدين رايحة تنامي عكل الأحوال بتقول شو هالبا اللي عم بفكر فيه وبتيجي لتحمله لكن بهاللحظة بيوصل بلاك وبيحمله هو بدلها وبيحكي سمعت صوت فطلعت وحكيت لك انه ما تزعج الانسة انت بتصرفاتك فبيقول له آسف فتطلع هيك وبتحكي غريبة عم يحمله بشكل جيد تماما ومن المفترض فعلا انه تعليمي بلش ينجاح عكل الأحوال فجأة وهي عم تحكي لهاد لأ قعد ولهاد لأ لا تعمل هيك بيقولها بلاك لا تقرب مني هي بتقول له نعم طب يحكي لها مثل ما سمعت ما تقرب مني خير خير يا مريد شو صار لك هلأ فبتحكي له ليش شو اللي يصار فبيقولها بسبب اللي عم يطلع منك فبتقوله شو فبيحكي لها ريحتك حلوة كتير فبتموت من الخجل وبتتوتر وبتقوله لا لا هم الخدم على فكرة اللي حطوا لي هاي الريحة المن بيحكي لها هاي ريحة قال هل بتحبيها وهي قال نوع من أنواع الزهور البنفسجية فبتموت هي من الخجل وبينما هو عم يطلع فيها وهيك بلاحظات رومانسية بتقوم جانت طبعا بتكسر المزهرية وبتسألها لتقزتي وبتقول جد ما فيني إلا إني أعتري فيكم طول للوقت وهو بيحس بالخيبة وبينما الولد والبنت عم يتخانق وقال مين اللي رح ينام جنبها ومين اللي رح يصير هيك هي بتكون بتوتري كبير غفيانة وقعدة بالأحرى بالتغط مش قادرة تخفى وبتقول كيف صار هالشي بالأصل كنت رح أستلقي أبعد شي عن بلاك مع الأطفال بالوسط بس هلأ الاثنين أصروا إنهم يكونوا جواري لهيك صرت أنا بهالمكان ولأ هيك بيكونوا بلاك قريب منها وقاطر إنها تشوف تفاصيل وجهه أكتر وفزقها بتحس إنه عم يطلع فيها تسأله ليش ما عم بتنام فبيقولها هيتطلع هيك وبتلاقي إنه صح الأطفال أصلا نايمين وهيك مبينين كأنها عائلة حقيقية إنه أنا من عائلة شرود اللي عملتني بفضاع ولا مبالاة ووالدتي بالحياة السابقة اللي تركتني وأنا طفلة هلأ هدول عنجت كنت معهم بس لثلت شهور وحاسة إني عائلتهم وحاسة إنهم بيحتاجوني وبيهتموا فيها أكتر بتحس إنها رح تبكي وبتقول ما لازم أفكر بهالمواضيع أنا ما فيني أكون جزء من هالعائلة لازم أتذكر هالشي إنه مجرد دور رح يدعمهم قبل ما تيجي البطلة فبيحاول يقترب منها وهي خجلانة لكن فجأة ميكا التافه بيقوم بيقرر يمسك إيدها ويحكي لها بليز أعطيني إيدك بدي أنام عليها فبتسمع جانة الكلام وبتقول شمعنا وأنا كمان بدي وبينتهي الموضوع لأنها تنيمهم بهذا الشكل وبتقول غريبة لهلأ لسه حاسة إنه بلاك عم يطلع علي معناته شو اللي كان بده إياه مفاجئ إنه نطلع كمان مرة بعيون بعض لهيك بدي ألف وجه وبس أنام وأشوف كيف رح نستيقظ بتفتح عيونها لا تلاقيهم موجودين بوجهها ومالي جايبة ومستدعية الفطور هون فبتسأل عن السبب فبيقول بلاك أنا استدعيتهم ليجيبوا الإفطار هون لأنه أنا تعبان كتير لأروح على غرفة الصفرة ما شاء الله بتعرفوا لأنه بيتهم 800 ألف كيلو متر لطلع فيه بتقول مو مبين عليه إنه تعبان بس يمكن كان خايف أكون نتعب تمبارح مع الأطفال لهيك عم يتصرف معي بها اللطافة بتطوب تفيق جانت وميكا بعدان بتعتذر من بلاك هي والأطفال وبتقول له آسفين على التسبب بكتير من المتعب فبيقول إنه لا ما صار شي فبتحكي أها جاوب بطريقة مبين إنه عن جد ما كنه الموضوع وبتحكي له إذن يلا هلأ رح نرجع لروتيننا اليومي فبيقول أوكي وبتتسأل هي وبتقول بلاك معقول كان هيك بستمتع بها التصرف وكأنه مثل العيلة ولا شو بعدان بتقرر إنها تصار حالها بمشاعرها وتقول أنا كيف كان الوضع لما نام الأطفال بين دراعي ولما فقت وكان بلاك أول حدا شفته بصباحي ولما أكلنا الإفطار مع بعض صراحة حسيت بمشاعر كتير حلوة بعدان ماري بتتسألها إذا قضت وقت ممتع فبتقول إنه كتير وبتسأل هي كمان الأطفال فبيحكو لها إنهم انبسطوا كتير وإنه طلع والدهم شخص ألطف من ما تخيلوا بعدان بيسألها ميكا وإنت وينت رح تصيري مع والدي فبتقوله ما عم بفهم عليك فبيحكي لها وينت رح تصيري أمي الحقيقية فبتقول إنه الأطفال عن قريب لما توصل للبطلة فالان رح يصيروا ينادوها بأمي وبوقتها رح يكون صار الوقت ليلة أغادر رح يعتادوا عليها وينسوني تماما بتحس بقلم بقلبها لما تفكر بالموضوع ولتتهرب من الجواب بتقولهم أنا كمان ما بعرف فبيحطاروا وبصيروا يسألوا ليش ما بتعرفي فبتقولهم لما بعرف رح أخبركم بعدان تحكي حتى لو ما عجبني الوضع رح يجي الوقت اللي بيتعين علي أحكي لهم الحقيقة وبتمر كم يوم من آخر مرة لعبوا فيها لعبة العيلة طوال الليل وبينما لاريا قاعدة عم تهتم بالأطفال صباح ومساء شي ما بينتصى بتقرر تيجي ماريا وتحكي معها وتقولها بعتذر إذا عم بتدخل بس مو عم بتبالغي فبتحكي لها كيف يعني فبتقول من الصباح لآخر الليل انتي بس عم تعتني بالأطفال على رغم من إنه الدوق أخلك موعد بداية العمل اللي أنك لسه متشكت فيه فبتحكي لاريا مو مشكلة أنا بصراحة مستمتعة ومو تعبانة إطلاقا وبحب اللي بعمله فبتمسك إيدها وبتقولها بعرف هالشي وبعرف إنك بتحبي تهتمي فيهم بس إذا استمرتي بهالطريقة صحتك رح تتأثر فبتقولها لأ صدقيني عادي لكن ماري بتصر وبتقولها أنا والخادمات رح تنعتني فيهم وأنتي هلأ صار الوقت لا تروحي ترتاحي شوي تعدك بورفتها وبتقول فعلا من زمان ما قعد ولا تحت والشي هلأ وأنا قعدة خلاني أرجع أفكر أكتر بإنه الأطفال رح ينسوني شي يوم ما بعرف عن حالي معقول أنا كمان أنساهم ليش عم بفكر كتير بهالمواضيع بالماضي لما كنت مدرسة برياض الأطفال عملت لعدد سنوات وقابلت كتير من الأطفال وانفصلت عن كتير منهم بس الشي كان مرهق إنه الأطفال ينسوني لما يتخرجوا لكن ليش هلأ أنا كتير حزينة وطبعا ما بمروا دايتان غير هالولادين الزنخين بيكونوا صاروا طالعين ونفسك أعطي كفلك الواحد فيهم لا لأنه أنت ضد الأطفال بس يعني زنخين عكل الأحوال بيكون قال ميكا جاي بده يورجيها الطوابع وإنه جمعهم كلهم وبتحكي له بما أنك جمعته معاملت اللي لازم تعمله إذا صار الوقت أحقي لك أمنية بتحطه بحضنها وبتسأله شو الأمنية اللي نفسك فيها لا أحقي لك إياها وبتحكي ما بتوقع إنه رح يطلب شي هدايا لأنه وضعهم مدينة كتير منيح فشو دي ممكن يحتاجوا نزها ولا كيف لكن الغريب إنه ميكا بيقولها بدي بوسي نعم يعني مجرد بوسي طب ما هي أكيد طول الوقت عم بتبوش فيك فعلا تعطي قبلها على خده وبتسأله خلاص هيك تحققت أميتك فبيقولها صح بس ممكن كمان تورجيني دلال أكتر وهيك بتضمه وبتقول إنه طالع كتير كيوت فجنت بتغير وبتحكي وأنا وبيبلشوا يلعبوا مع بعض وبتقول حتى لو هالأصفال نسيوني أنا مستحيل أنساهم وبدي أعطيهم الحب لحتى يكبروا بسعادة أكبر وحتى أنا ما أندم بعدين وأنا عم بتسأل شو اللي صار لهم بعدين بتوصلها بصباح اليوم التالي رسالة من عائلتها وبنكتشف إنهم بعطين طن رسائل وبتكون ماري ما زوجع من هاش شي وبتقول عن جد شري بس عائلتك ما تخزل بالمرة في البداية كانوا بيبعطوا رسالة ولا رسالتين بالأسبوع هلأ عم يوصلوا ثلاث مرات خلال اليوم نفسه من زوجة أبوها غريبة كتير بتقول من الواضح إنها مجرد رسالة رسمية لحتى يحاولوا يرفعوا مكانتهم عند الدوق لها السبب لكن تيجيل عندها ماري وبتقولها بعتذر منك ما إنه هي عائلتك بس أنا يعني كنت عم بحكي عنهم بالسوق فبتقولها والعهمة كسبي عليهم وجيب أصحابك يسبي عليهم وبتقرر تكبههم بالزبالة ويحضروا لحتى يطلعوا نزهر مع بعض وبينما هي برّة بتسمع صوت بتحس إنه مقلوب وهم عم يحكوا لها لو سمحتي ما فيك تفوتي وارجعي لنلاقي إنه الكنتسة هيلاري يعني مرت أبوها ووقفة عم تبكي وتقولهم بليس تخلوني أقابل لاريا لمرة واحدة بس تطلع هيكوا بتقول شو اللي يجاب هدول للأصر وكمان أدولف أخوي الصغير فبيحكي لهم الخادم لو سمحتوا بليس لا تجبروني إني أطردكم بالطريقة سيئة لأنه هاي أغامر ولو سمحتوا تبتعدوا من هون لاريا بتقول خليني أفوت بسرعة قبل ما حدا من هالما أري فيني يشوفني وفعلا سبحان الله فجأة الاتنين بيشوفوها وبيصيروا ينادوا عليها وهي بتصير تسرخ على الحارس وتقوله لو سمحت تخلص من هدول الأشخاص لكن بينادوها أكثر وبيقفز أدولف من فوق الصور حتى وبيوصلها وبيقولها لوين حتى أنت رايحة وبيمسك إيدها وبيقولها أختي خبريني هل أنت جد ما رح ترجعي عنا بالمرة هل سبت بتكرهيني لهذه الدرجة طب بتطاه هيك وبتقول أكيد طول عمري بكرهك يعني شو هالهبل المهمة بقره فيها بتقول شو اللي بدو إياها طول عمري بيكره لاريا وهلأ صار حاببها لكن جامت بتوقف برضو مرة ثانية لتدافع عن لاريا وتقول له بعد عن مربيتي وتسرخ فيه وتحكي له لا تلمسها فبيحكي لها أدولف يا ربي صوتك عن جد بيجيب المرض وبيطلع هيك وبيصير يبكي ويقول أنا بدي أختي وبعدها هي بصدمة كون عن تطلع فيه ويقولها آسف إنه أنا عجبت عليك وكنت أدعس على رجليك وأحط الدود بغرفتك وأسرق أكلاتك وأغراضك وحتى كنت أحكي إنك بشها كل هات غلطي فبليز ارجعي لعنا للأصر ماري هيك بقرف تحكي بليز الجهلي وفوتي لجوا أما الحارس فبيحكي لو إذا ما طلعت هلأ راح أستدعي الأمن وفعلا ما تتحرك نقطة مشاعر منها وبتخليهم يسحبوا وبتفوت هي لجوا بس لما تفوت على غرفتها بتبلش تفكر بالموضوع وتقول غريبة يعني وأعرف إنه عارف الكونت يعني وما عارق لها مكانة وبدهم يستغلوا بنتهم الجميلة أكيد لحتى يحصلوا على بعض الأموال لهيك كانوا عم يجبروني أرجع أثناء حفلة العشا بس التعبير اللي كان على وجه أدل كان مبين إنه تعبير صادق ومو مجرد تمثيل وبتوقع إنه أدل بهالذكاء هاد ولعيك بتقرر إنه تفتح الرسائل وتقرأهم لا تشوف شو اللي مكتوب فيهم وتقول شو كل عدد الرسائل المبعوثة هاي كمان آموا برش العطر على كل نسخة بتقول ما كنت بعرف هالشي لكن فعلا مبعوثة رسائل مطابقة وكتير لاطفة ومزخرفة وحتى نقية وبتقرر إنها تقرأ تشوف شو المكتوب ولتلاعيك أغلب الرسائل فيها كتير من الاعتذارات والترجي بالعودة وإنهم قال آسفين على كل التصرفات السيئة اللي كانوا عام بيقوموا فيها بتقول غريبة إنه يكونوا كافين كل هاد الكلام فكرت إنه بصفتي المؤلف الأصلي للرواية إني بعرف كل شي بالعالم لكن شكله فيه أشياء ما بعرفها ولا قدرت أعرفها فجأة بيجي شخصه بيدق الباب عليها وبيحكوا لها إنه الضوء عم يستبعيكي لأنه بتوياكي بتروح وبتعود معه وبتقول سمعت إنه ضوبة ورجع من برة بس ليش ما رتع حتى وقعد لي يحكي معي بيحكي لها بما إنه أكتر من نصف فترة العقد انقضت بدي إنقوم بتجديده فبتقول غريبة يعني ليش بدنا نجدده هلأ فبيحكي لها شو رأيك إنه نضيف ثلاث سنوات إلى عقدة الستشهورة الحالية والراتب رح يكون خمس أضعاف حتى الراتب السابق فانجل هي وبتحكي له ليش وكل هذا فبيقول رح يدفعي الراتب حتى مقدما فشو رأيك؟ بتبلش تفكر هيك وتقول يعني رح يدفع لي هلأ كم بالصبت وبتقول له ما بحتاج كل هذا المبلغ من المال وليش أصلاً عم بتقدم لي هذا العرض السخي فبيحكي لها اسمعي أنا بحط طريقة تربيتك وكمان رح يكون من الأفضل للأطفال إنه يكون عندهم شخص واحد مسؤول عنهم لفترة طويلة فظل ما يتم تغيير المربية بشكل متكرر فبتقول بعقلها طيب بس رح تدفع كل هذا المبلغ لهذا السبب التافه هذا وبتحكي من المعقول التفكير إني صرت مربية رسمية وهذا عرض جيد لأ ممتاز حتى بالنسبة لإليه لكن بعد تسعة شهور رح تظهر البطلة وما فيني أبقى موجودة كرمال الأطفال وكرمال بلاك لايك بتقوله بعتزل منك لكن ما بقدر أقبل الشروط ولا أقبل تجديد العقد بلا بلا حطيته لايك ينصدم هو هيك وبيقول ما تخيلت هاد الجواب مين هالبنت عن جد لما شفتها أول مرة كنت محتار كتير فيها لما خصوصا حكت لي عن إنه لازم الأطفال يعيشوا في بيئة كلها حب لحتى يقدروا يتغلبوا على النقص وينموا كشخص بالغ كان عم يتثقل عن وضعها ومنعرف إنه مثل ما قلنا من قبل إنه حالة بلاك وال عندهم حقيقة واحدة معروفة تتناقلها الأجيال وهي إصابتهم أحيانا بالجنون أو النوبات الغريبة اللي بتتير معهم بحالة بلاك العن السحرية اللي كان يقدر من خلالها يشوف جوهر الإنسان قدر يميز الخبيث من الغبي قدر كمان يحط أفضل المواهب بالأماكن المناسبة وخلى بلاك وال تزدهر أكتر بفترة أصيرة من الزمن وهلأ انعكس جوهر الشخص هاد بعيونه شي ما شفته من قبل وبيحكي لاريا بنت كونت عادية ما بتمتلك شي مميز لكن جوهر الألوان اللي جواها كانت شي كتير غريب كأنها حضا مو موجود من هاد العالم لدرجة إنه كان عم يتسائل إذا هي بنت بشرية ليكالها طيب لنشوف لأي مدى رح تروحي لأنه مش عارف شو نواياها الحقيقية لكن كان بحاجة لا يعرف هاد شي بالمستقبل من خلال تصرفاتها ولها سبب أعطاها أسبوعين لأنه ما كان قادر يعرف شو لجواتها يعني مقابل القوة اللي هو بيمتلكها إنه يقدر يشوف اللي جوه البشر كان طبعا عنده الشي المتناقض واللي هو نوبات الجنون ولما سأل الشخص الفارس اللي جابها من بيت أسرتها شرد سألها كيف كان الوضع فقاله بصراحة انتباع عن الأسرة كان بيّن إنها عم تمنعها من الرحيل فبيحكي له هل يعني هالشي صار بسبب إنهم ما كانوا حابين يرسلوا بنتهم الوحيدة للدوئية بمفردة فبيقوله لا صراحة ما أتوقع إنه هيك كانت الفكرة بالعكس كانوا كأنهم عم بيحاولوا يخفوها عن العالم الخارجي فبيقول أوكي يعني بنتهم كانت تقريبا وصمة عار لكن كلما اطلعت على هالبنت ما قدرت أعرفها ولا أفهمها أكتري عم تعطي لكل حب وللأطفال بالذات لكن ممبين إنها تلقت أي نوع من أنواع الحب فليش هي لطيفة لها يدرج مع الآخرين غريب لكن الضوء اللي بيطلع منها وجوارها نقي ورائع أكثر من إنه يكون خطير لا درجة بيخليني نفسي أمتركها بس بيتسأل هل هذا اللي بديها وهل هذا اللي كنت بفكر فيه وهيك يعني منعرف كل مشاعر بلا كانت خلال الفترة اللي كانت هي موجودة فيها لما قرر إنه تصير خطيبة وطلع قدام الناس كانوا الأشخاص وإنه بلاء عم يحكوا إنه تم استخدام هالبنت أكيد لحتى تغري ومنها الكلام هذا وإنه أكيد تم بيعها من قبل عائلة من عائلاتها ولما تطلع عليها لقي إنه النور النقي اللي كان جواتها بلش يتغير وحتى صار كتير أسود وبوقت عرف إنه هي متقلمة من هذي الكلام اللي بينحكها وعرف إنه عندها مشاكل حقيقية مع عائلتها وإنها متضايقة إنه فعلا ممكن عائلتها تحاول تستخدمها بيقول مش طايق أشوف هاد الشي بس هلأ لازم أول شي أتصرف وأهتم بالأشياء الأساسية وله هيك يعني هو بعدها حاول إنه يحكي لها كرام لطيف لما قال شو يعني ليش عم تحكوا هاد الكرام الغريب عن إنه تم بيعها بالعكس هالبنت الحلوة ما فيني أو أعب حبها فورا أول ما أشوفها وبعدين تاني مرة لما نامت هي والأطفال عنده بالغرفة كان يقول إنها فتاة مغوبة بتعرف تعتني بالأطفال بس شو هاد النور اللي موجو جواتها لعلق ما قدرت أكتشفه وكل مرة كانت تحاول تقترب منه أكتر وأكتر وحتى دربته على الابتسام ودربته كيف يتعامل مع أطفاله وكمان شعادته على النوم بيحكي إنها لطيفة معي كما لو إنها بتوثق فيه من وين بتعرفني لها الدرجة لا درجة إنها قادرة فعلا تكون معدندة علي وتكون غريبة بهذا الشكل ولها سبب هو بيكون عم يتسأل ليش أنا متأثر كتير حتى مع هالبنت بشكل ما توقعته وكل ما كان يفكر فيها أكتر كان يحس إنه يمكن هام يوقع بأحاسيس غريبة ما بيعرفها حتى لدرجة إنه مرة تخيل والده وهو عم يحكي له إنه هو خاب أمله فيه لأنه قال لازم يتخلى عن كل مشاعره وبس يشتغل كرمى للأسرة حس بالقلق وطلع بوقتها لليقيهم قدامه موجودين لكن أكتر شي فتنه وسحره كان وجودها قدامه ولها السبب أصلا حمل ميكا ولفي لأنه كان متوتر كتير من جمالها اللي شافه وبيقول له أفكر بالموضوع بشكل أكبر أنا تغيرت شوي شوي من فترة الأغنية اللي قعدت لي ذكريات مروعة رجع صوتها حسستني بالهدوء هل هاد بس التغيير اللي صار لا بلش فيه حيوية بالأثر أكتر من أي شكل قبل الأطفال بطلوا يبقوا لما يشوفوني كل شي تغير من هديك الحادثة قبل 6 سنين بعد ما صار عالمي مرعب وصار مثل الطين ما فيه ألوان هلأ رجعت دخلت لي كل الألوان الحلوة لون النور الغريب اللي عم يتلقل من جواتها ولها السبب كان عم يتساءل أكتر عنها ويقول نفسي أعرف شو شعورها اتجاهي واتجاه المكان وإذا مستعداً هتبقى فيه لفترة أطول وحتى نفسي بالمقابل أخفف الألم اللي موجود بقلبها لأنه ما بيلبق لها غير الابتسامة ويقول على سبيل المثال مثل هالابتسامة اللطيفة النقية وهي جميلة ورائعة ولما وصلوا الكنتسة هيلاري أو الأخ يجى ميسون وخبر سرعة الضوء بهالشي لكن هو حسب الغضب وخاف إنهم ياخدوها منه لهيك طبعاً يجى وعرض عليها هاد العرض لأنه توقع إنه خايف إنها تروح معهم فقرر إنه يخليها تظل موجودة لغاية آل من خلال العقد لغاية ثلاث سنين وهلأ انصدم لما لقيها رفضت إنه هاد العقد والاسلو هاي فترة طويلة كتير بالمستقبل ما بعرف شو اللي رح يصير فيها أتوقع إنه ست شهور على الأقل ممكن تكون مناسبة لكن أكثر من هيك بتوقع إنه صار أوفر فهو بيتطلع هيك وبيقول ليش شو اللي صار معقول غيرت رأيها وصارت بدها ترجع لعيلتها يمكنت صالحت معهم وصارت بدها ترجع لهم أكيد طبعاً بوقتها لازم أهنيها من قلبي لكن مع هيك رح تترك الأطفال وتتركني وتترك على تبلاكويل للأبد مش قادر أتحمل هاد الشي بتخافي وبتحكي ليش ما عم بيرد شي يمكن عصد مني على الأغلب وبتحاول إنه يعني تكسر الجو فبيحكي لها خلاص اسمعي ماشي مدد الموضوع لتت شهور رح أضاعي فراتبك بكل الأحوال ثلاث أضعاف لايك فكرة بالموضوع وفكرة بالعقد إذا حابة اتطولي أكتر فبتقوله وجات شكراً كتير على هالشي وبتقول كسبت مال كتير كبير خلال نص سنة مش قادر أصدق كل هالكلام الله يعيني البطلات الثانين اللي كانوا عم بيحاولوا يجمعوا المال من خلال العمل هاي بلحظة صار عندها طن فلوس وبيحكي لها سمعت إنه عائلتك إجاد وكانوا بدهم يشوفوكي فبتقول أكد طبعاً هو يعرف لأنه هو المالك يعني لهذا المكان وبتقوله صح إجاد زوجة والدي وأخي غير الشقيق لا يشوفوني أكيد يعني سوري إذا هالشي سبب لك ما تعب فهو بيحكي لها لا وبيسألها أنت كيف كانت يعني ردت فعلك للموضوع فبتقوله لا تقلق الحراسة عاملوا معهم إن ما بيحكي لها أتوقع لنحل الموضوع من أساسه وشو رأيك إنه نجعل خطوبتنا معروفة على نطاق واسع فبتقوله ها عفوا شو ناني فبيحكي لها هيك رح نخلي عائلتك تستسلم تماما وما ترجع الطالب إنك ترجعي لها فبعق لها بتقول مظبوط هالكلام لما تصير خطوبتنا معروفة ما رحها يقدر يجبر لا ريا إنها ترجع لكن أنا ممتنة لها التفكير فبتحكي طيب إنت شو بخصوصك هل الموضوع مقبول بالنسبة لإلك فبيحكي لها أنا حكيت لك إنه ما عندي مشكلة أنا وأنتي عنا علاقة مهمة وعم بنساعد بعض يعني إحنا الاثنين فبعق لها بتقول بخيبة أمل آه ها والله لو تشوف البطلة لاتبعني بجني فورا دغري بعدين تحكي طيب خلوني أفكر بعدين كيف رح أنهي هذه الخطوبة بس هلأ خليني أركز بالموضوع وبتحكي لو إذن هل في عندك أي فكرة كيف نخلي خطوبتنا علانية فبيحكي لها نحضر أنا وياكي الحفلة الإمبراطورية سوا بتقولوها حفلة إمبراطورية فبيقول نعم باليوم الأول من الصيف رح يكون في حفلة على البلاط والإمبراطورية رح تكون أكبر حفلة بالإمبراطورية تستضيفها العالة الإمبراطورية لأول مرة من 6 شهور لكن من الطبيعي يجو كل إنه بلاء له بالعاصمة إذا جيتي كشريكتي وشافوك كتير من الناس طبيعة الحال رح تكون خطوبتنا محفورة بأذهان الجميع فهي بتقول فكرت رح يحط إعلان بالجريدة ولا شي بس ما توقعت هيك عرض بس شوي هل لو كنت رح أكون شريكته بالحفلة رح أكون لازم أتظهر طول الوقت إني عسأنيته وبيحكي لعا فكرة ما رح أقبل الرفض لأنه هاد مقتراح هاد أمر ما نسيت إنك موظفة عندي صاح فهي بتقول شو هاد عم بيهدرني واضح إنه إراته قوية كتير وبتقوله وكي رح تنضم وتدرجاني بعدين إني أفسخ الخطوبة عنك لما تقابل البطلة بس ع كل الأحوال أنا موافقة هيك ما حدا رح يقترب مني وهو بيقول هيك ما حدا رح يطمع فيها وحتى لو اتهمت بإني شخص أناري محتار بدي إياها بكل الأحوال لكن لا رح بتلتفت آخر شيو بتقوله بس في مشكلة واحدة طبعا إنت بس أطرا تطلعين بالمشاكل وهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني من هالحكاية لو حبيتوها بعجبكم مثل العادة اكتبو لنا تعليقات وخبرونا مين أكتر شخصية لها لأ عجبتكم بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونرا